موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز اخباري من قناة المرافضون اهلا بكم قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يزيد به المحمد محمود قال ان البعد الامنية يحتل اهتماما خاصا في اولويات الحكومة الحالية وان البلاد قطفت ذمار الاجراءات والتدابير الامنية التي قيم بها في هذا المجال جاء تصريح المحمد محمود في رده على سؤال لأحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفيين عقد بالوزارة للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه يوم امس على مشروع مرسوم يتعلق بلجنة تقويم الشهادات الاجنبية وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل يعصرنة الادارة سيدنا عالي المحمد خونة ان مشروع المرسوم الحالي يهدف الى الغاء المنظومة السابقة التي كان العمل جارم بها في هذا المجال واستبدالها باخرى جديدة تحمل معها بعض التحسينات صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تتضمن انشاء مجموعة خمس دول من الساحل وقعة في نواكشوط بين موريتانيا وباقي الدول الأعضاء وتهدف الاتفاقية الى دعم الامن والسلام وتعزيز تنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في المجموعة وتقوم الاتفاقية على مقاربة ترتكز على الجوانب التنموية سبيلا الى تحقيق الامن والقضاء على الارهاب والجريمة المنظمة في المنطقة صادق مجلس الشيوخ الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها على مشروع قانون يتضمن قانون الصيد البحري وقال وزير الصيد والاقتصاد البحر الناني والاشرقة إن القانون يرتكز على محاورات تعلق بالبرنامج الحكومي الخاص بالحكم الرشيد والتنمية المستدامة والشفافية والرؤية المندمجة للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر وكذل استراتيجية الافريقية لتنمية قطاع الصيد والتنمية الشاملة للموارد البحرية والمحافظة على الوسط البيئي يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك اللاهرة على الشاشة الرابع موجز إخباري بحول الله دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة